معنا من باريس الكاتب الصحفي سيد نزار الجليدي هلا بك سيد نزار معي على سكاينيوز عربية سيد نزار هذا التطور يأتي ضمن عمليات إرهابية كثيرة حدثت في فرنسا خصوصا في باريس اليوم هذا الهجوم في نيس إلى أي مدى أساسا الجو المتوتر والمشحون الذي رأيناه عبر مجموعة من الأحداث في فرنسا تقرأ أن هذا التوقيت ربما يكون متداخلا في بعضه يعني كيف رأيت التوقيت بشكل خاص أهلا وسهلا سلام أولا على الإنسانية وسلام على الذين توفيوا لأنهم سنسألون بأي ذنب قتل فقط أولا المجرمون الذين لا يحبون الإنسانية عندما نقرأ خلال خمس سنوات تتالي الأحداث 44 عملية إرهابية في فرنسا أظم الأكثر دموية الأكثر رمزية هي الآن لأنه يتداخل فيها الشأن الداخلي بالشأن الخارجي المعركة على أرض الميدان في فرنسا منذ ستة أشهر هي ضد هذه الجمعيات وهذه الجماعات المتطرفة معركة الحكومة الفرنسية انطلقت تقريبا منذ ستة أشهر مع ما يسمى بالإخوان المسلمين والإسلام السياسي الإسلام التكفيري الإسلام العنيف وليس الإسلام كدين والمعركة الخارجية باعتبار أن هناك اليوم عدو حقيقي اسمه أردوغان الذي يجيش الرأي العام الإسلامي من خلال شعارات فضفاضة وشعبه لا يجد حتى ثمن الشاي أو ثمن الخبز المعركة الداخلية وخارجية القراءة الأولية ربما هذه العملية وبقدر دمويتها وبقدر إرهابها وعنفها هي اللحظة حاسمة في التاريخ الفرنسي حتى تسطر فرنسا منوال جديد للتعامل مع كل من لا يؤمن بنظام الجمهورية من كل ما لا يؤمن بالتنوع من كل ما لا يؤمن بحرية التعبير مربع العنف الذي سحبه دعني أستوقفك هنا سيد نزار دعني أستوقفك في موضوع حرية التعبير موضوع حرية التعبير في بعض الأحيان تجاوز هذه الخطوط الحالية الأمراء اللساء المسلمي للنبي الإسلام إلى أي مدى هذا الموضوع أيضا يزيد الطين بلا في موضوع هذا الفكر المتشدد في حقيقة الأمر لو درسنا القراءة اجتماعية واقعية في الشارع الفرنسي لم يكن لهذا الموضوع تأثير باعتبار أن هذه الجريدة كباقي الجرائد عبرت بشكل أو بآخر كما عبرت على المسيح كما عبرت على اليهود عبرت على الإسلام ولكن من جيشه ومن أعطى قيمة مضافة لهذا الموضوع من ذهب أبعد الحدود في التجيش هو هذه المقولات التي بها أردوغان وجيش بها الشارع العربي الإسلامي لكن الرئيس ماكرون أيضا أيد هذه الرسوم المسيئة سيد نزاري يعني هنا وقفة أيضا أنا أتفق جميعنا قلنا بأن هناك خطأ اتصالي لمكرو عندما قال بأن الإسلام في أزمة وأن هناك خطأ اتصالي ثاني ربما عندما قال بأن حرية التعبير ولكن هذه دولة لن تتنازل عن حرية التعبير تماما لن تتنازل أيضا على حرية المواطنة وحرية العيش الكريم أتفق معك بأن هناك خطأ اتصالي ولكن خطأ اتصالي بأن يصبح ملاذ لأن نقتل الناس وأن نذبح الناس فلا توجد ديانة شرعية سموية في العالم تؤكد أو تقول بأن نذبح الناس مهما كان هذا الاختلاف بطبع المسألتان هنا يعني المسألتان هنا منفصلتان بشكل كامل لكن دعني أعود إلى هوية هذا يعني الهوية المعتدي طبعا على كنيسة نوتردام على الأبرياء هناك مسألة أن يكون مهاجرا سيد نزار أن يكون مهاجرا من تونس البعض قال حتى مهاجر غير شرعي ألا يلقي بظلاله على المهاجرين أيضا في فرنسا هو في الحقيقة هذه التسميات نعم هذه اليافطة هو مهاجر غير شرعي قدم من لمبادوزا سيؤثر نفسانيا بطبيعة الحال ولكن بتجربة الربع قرن في باريزي لحد اللحظة لم أسمع في يوم ما فرنسي شتمني على أساس أنني مهاجر أو أنني عربي أو أنني مسلم ولكن السؤال الحقيقي الجوهري الذي وجب أن يطرح ابن الواحدة وعشرين سنة الذي قدم عن لمبادوزا عن طريق القوارب قدم إلى إيطاليا إيطاليا الصليب الأحمر قدم له المساعدة أنقضه هذا الذي هو يدخل إلى الكنيسة ويذبح في الحقيقة أنا أسأل السؤال الحقيقي من دبر لهذه العملية من أدخل كل هذه الأفكار في ذهن هذا الشاب هنا سأطرح عليك المعادلة الصعبة في سنة 2013 استعملت تركيا إحدى المطارات التونسية بمعاونة نائب تونسي مجلس النواب على طريق شركة طائرات لنقل الإرهابيين إلى سوريا الآن كل اعتقادي وأحسب في هذه المسألة مثل هذا الشاب استعملوه في قوارب الموت من تونس من إحدى الموانئ التونسية خلصة ليقدم إلى لمبادوزا ربما وجد أن صعاب الحياة لم يجد فواصل الحياة بسرعة فتججت أفكاره لا يمكن أن يكون ذئب من فرد في كل الحالات وفي كل الحالات هنا فرنسا مطالبة بأن تراجع تعاملها مع الحكومة التونسية الحكومة التونسية التي تقودها الإخوان لأن هؤلاء بشكل أو بآخر أقول لك سيدي كل الذين يقومون بعملية تهريب الشباب من هناك هم يتبعون بشكل أو بآخر هذه التنظيمات وإن ترى مناظرهم وكيف يتصرفون فإنهم لا معنى للحياة لهم وهذا تونسي فقط على الوثائق ولكن ليس تونس الهواء وليس تونس الطباع لأن تونس مدنية تونس لا تؤمن بهذا العنف هذه النقطة الأولى النقطة الثانية سيدي الكريم والتي أهم هذه النقاط أن فرنسا اليوم مطالبة بالمراجعة العمل مع الاتحاد الأوروبي بمسألة الهجرة لأن هناك عامل مهم اسمه بريطانيا كان يقدم كل المعلومات على هذه الجمعيات سيد نزار الإخوانية الآن غير موجود أشكرك على كل هذه المعلومات من باريس الكاتب الصحفي سيد نزار الجليدي شكرا جزيلا لك